ترأس غبطة البطريار كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث تدشين كتدرية القديس سابا في يافا الناصرة وخدمة القداس الإلهي بعد التدشين وكان في استقبال الوفد البطريار كشافة مار سابا مع أبناء ووجهاء الرعية وشارك غبطته في القداس سيادة المتروبوليت كيريوس كيرياكوس وسيادة المطران كيريوس فيلومينوس وسيادة المطران كيريوس يوكيم ولفيف من الكهنة والشمامسة من أخوية القبر المقدس ورئيس دير القديس سابا في بيت سحور مع رهبان الدير ورتلت خدمة القداس الإلهي وقراءة الإنجيل باللغتين العربية واليونانية كما حضر عدد كبير من أبناء الرعية والضيوف للمشاركة في هذا اليوم المقدس وخلال القداس ألقى قبطة البطريار كلمة روحية بهذه المناسبة قال فيها إن المسيح بحضوره أنار كل البراية وجدد العالم بروحه الإلهي فالنفوس تتجدد لأنه كرس الآن بيت لمجد الرب وجلاله فيه يجدد المسيح قلوب المؤمنين لخلاص البشر